اخوتي اخواتي السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي تيسير ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في سر التفاصيل جريمة اليوم قضية اليوم غادي الدينة المدينة فاس البوليس جاءتهم واحدة اخبارية كانت تقول باللي كان واحدة جتة عامرة بالطعانات والضحية مدبوحة بطريقة وحشية البوليس مباشرة يتحقوا بمسرح الجريمة وكمعاينة اولية عارفوا بان الجريمة وقعت في نفس البلاسة التي تلقيت فيها الجتة لماذا؟ لان الدم تحت الضحية كان كثير بالسهل الجتة ديال الضحية كانت بدأت تتحلل الشرطة العلمية هنا حطت فرضية انه ممكن يكون من أسبوع الوفاة لهذا السيد جتة دياله بقات مليوحة كان عامر بالطعانات ومدبوح من الوارد الوارد وكان باين بان هذا اللي قتله لم يحمله شو حقد عليه بزار ودهك شيء لكي نتقم منه اهم ملاحظة هي ان الضحية لم يدفع على راسه من اللي كانت تقتل ان يضيه اللي لا يطاكي بهم على راسه لم يكن فيهم نهائيا اثار العنف او الجروح ولا تشي حاجة بهذا الشيء السيد كان بالبيجامة دياله بيجامة دياله البوليس دلوا مسح كامل لمسرح الجريمة لعله وعساس ما يلقوا شيء دليل اللي ممكن انه يوصلهم القاتل ولكن كانت فقط الجتة ديال الضحية صيفتوا الجتة المستودع الاموات باش يدلها تشريح طبي وخضوا البصمات باش يقدروا يتعرفوا على الهوية دياله السيد هذا هذه البصمات قارنوهم مبدئيا مع الناس اللي قدموا بلاغات الاختفاء لفائدة العائلة وفعلا لقى واحد النتيجة اللي هي متطابقة الضحية كان اسمته مصطافة وفي عمره 28 عام واستاد ديال الثانوي مزوجه عنده وليد هذه واحد الأسبوع جاءت عندهم الزوجة دياله وقالت لهم باللي راجلها نهار قبل من هذا الشي فق مع السبعة ديال الصباح اللي بس حوايجه وفطاله ومشل الخدمة دياله قد تقولون بأنها تصنع عليه في التليفون ولكن التليفون كان طافي البوليس قالوا لها خليتها تدوز 48 ساعة لأن السيد بالغ وكذا وهذه تدوز 48 ساعة بدأوا نقلبوا علي وفعلا ما خلوش من جهدهم قلبوا عليه في أي بلاسة في المدراسة في البلايس اللي كتردد عليهم قائع الناس اللي كيعرفوه هدروا الأبحاث ديالهم حتى توصلوا الجتة ديالهم اللي بلغوا عليها الناس هذا بوصل الوقت اللي خاصهم يمشوا عند عائد ويعلموهم بأن ولدهم التلقى مقتول وبقى فيهم الحال بزاف عند مرته فجأة عندهم كانت كتبين مخلوعة بزاف وخايفة وعيكة ترعد وكانت تلكي والمرأة بازال صغيرة في السن البوليس مشوا عند العائلة ديال المصطفى علموهم بأن ولدهم تلقى مقتول هذا الوقت كانت معهم حتى مرته ومشت معها فسمعت هذه الخبار بدأت تكتبك وكانت تغويت بوحد طريقة هستيرية البوليس تلقوا معها منها تهياء ترافقهم اللامورك لكي يتعرفوا على الجثة هذه السيدة ويؤكدوا ما هو نفس الشخص فعلا مشت مرته ومشت ممسكينة وغير شافته بدأت تكتبك طاحت صغفانة وفعلا هذا ليس شيء سهل شافت ودها وعرفت بأن تقتل ومش متعادية متخيبة المهم البوليس من هنا سيبدأت تحقيقاتها سؤالهم ماذا نوقع في ذلك النهار الذي اختفى فيه مصطافة المرأة هي الوحيدة التي كانت معها ذلك النهار قبل أن نبدأ في التفاصيل أجل أن نتعرفه بعدها لماذا كان هذا مصطافة كيف كانت حياته قبل ما تقتل في الدين تفاص كان يعيش مع العائلة التي كانت محافظة ومعروفة بالصمعة الطيبة هذه الناس ميسورة مادياً ومخصهم تاخير كانت موفرة لولادهم كل شيء العائلة المصطافة كانوا يبغيها ويحماقوا عليه خصوصاً أنه كان يقرام جيد ودائماً يأتي في المراتب الأولى يجب أن يخلق ومعنده لا شيء وكان الحلم كبير يقول أستاذ وفعلاً ما قرأته خضر لصنص يدفع المباراة للتعليم وقدر أنه ينجح ويحقق الحلم مصطافة أستاذ التانوي ومصطافة كان الولد الذي كانت منها أي أسرة يجب أن يخلق ومؤدبه داخل سقراسه ويقررهم جيداً حتى في الليسي كان خدام التلامد كانوا يموتوا ويحماقوا ويتعامل معهم جيداً بحيث يصاحبهم ومطلوقوا مع الدلالة وفي نفس الوقت يجب أن يكون أستاذ محترم عندما وصل إلى 25 عام قال لأمو أنه يريد أن تزوج أمو بدأت تقلب له وقترحت عليه كثير من البنات ولكن تشي وحداً من البنات ومعجباته واحد نهار وهو يرى واحد البنت التي كانت تكون قريباً للسكتور وثبتها أمال هذه أمال كانت زوينة وما زالها صغيرة يبقى يشوفها اليوم وغدى اليوم وكل مرة يكون الراجعة من الخدمة يشوفها البنت عجباته وبدأ يتعلق بها لا يستطيع أن يتعلق بها أمشاق صدارهم ومعجباته لأنه يشوف وعجباته ومعجباته وخصصه يمشي لكي يخطبها من عند والدها ومعجباته قالت له لا تي يا والدي بعد أن نسول عليها نعرفها ونرى أن يتعلق بها ومعجباته وفعلاً كانت أم أم مصطافة وسودت على العائلة وفعلاً لقيتهم بأن أمناس محافظة مربين وليداتهم أحسن تربية ووافقت له هذه الخطوة ووافقت لدارهم لكي تخطبها هذا النهار كان أسعد نهار في الحياة خصوصاً أنه يريد التعجب بها من نهار الأول الذي شفه فيه أمال وفقت على مصطافة ونسبة لعائلة وعطيت رأسها فرصة أنها تتعرف عليه في فترة الخطوبة وفعلاً لقوا أنهم موالمين مع بعضياتهم ويتفاهموا نهار العرز عرضوا فيه على العائلة وداز الأمور بخير وعلى أخير في الوود الزواج ووود الزواج كانوا مرة مخصم مرة مصارحة بحال أي وحدين في البداية في زواجهم طبيعي في الوود الزواج يكون كل واحد يحاول أن يفرض الشخصية يكون تلك السرع لذلك ما سيقود السفينة وش الرجل وش المرأة السفينة أسرى هم قدروا أن يتجاوزوا هذه الفترة بسالة من بعد أمال اكتشفت بأنها حاملة داز الحمل وولدت ولدت واحد الوليد الذي عمر عليهم حياتهم بما أنه كان أول حافد عند العائلات بجوش كانوا بجوشهم فرحان بهم خنتينه وبقاوا مستمرين في حياتهم وغادين بيخير وعلى خير مصطافا كان من هذا النوع دين الناس اللي عنده طموح وبغي يوصل بعيد كان كيشوف بأن الوظيفة دياله هتخلي طموحه محدود وغادين تحدليه من القدرات دياله وبالليه هذا السالير اللي كيشد مكافيه شباش يحقق الأحلام دياله ويدير الدار اللي كيحلم بها يشري الطموبي اللي كيتمناها ويعيش عائدته في ذلك النفو اللي يباغي في ذلك المستوى اللي يعاجبه مصطافا بدك يفكر أنه يدير شيء مشروع اللي يقدر أنه يدخل منه شيء حاجة ديال الفلوس وبما أنه كان جامع شوية الفلوس ليس مباشرة عند الأب دياله وبيش يتشاور معه قال له راني بغيت ندير شيء مشروع اللي يزيد في الدخل ديالي وهكا نقدر من قدام أن ننشري شيء دويرة مزيانة وشيء طموبيل مزيانة ونعيش مستقر ومرتاح ماد دياله أبوه قال لي شنو بل كولدي أنك تدير شيء محل ديال المواد الغدائية خصوصا أنه في السكتور اللي تساكن فيه ما كانش نهائية اللي هو أنت مصطفى حجبته الفكرة وبدأك يفكر مزيان فيها ولكن المشكلة اللي كان عنده هو أنه مني غادي يجيب الفلوس باش يحل المشروع دياله لأن هذه الفلوس اللي كانت عنده ما كانتش كافية لهذا المشروع هتسلف وتكلف وتقاتل وعاونه بباح تقدر أنه يكري واحد المحل ويجهز المشروع دياله وفعلا تسرت الأمور وقدر أنه يفتح المحل دياله في مدة أقصيرة مصطفى كان فرحان بالزل ومفتخر برأسه وكان يعتبر أن هذه بداية جديدة في حياته وما يبقى معوّل غير على فلوس الوظيفة كيف تعرفون أن الأساتيدة اللي سيخدمه غير نص النهار يعني يخدمه غير واحد الربعات السوية التي يمشون في هذه الخدمة على عكس الأساتيدة الابتداء التي يمشون في صباح وعشية أساتيدة اللي سيخدمه إما صبح إما عشية مصطفى يعمل على نص النهار في محل وفي محل وقلال نص النهار الاسي ول assign ما نرى السوء المحل الزيق بالوضع أدفض يعني كانت توقفة معه ومعه مظهر كل شيء سيكون جيدا وأحتمت أن تفضل يدمر بسيطة يعمل على مدراسة ويعمل على خدمة ومنا عندي الوقت الروحة لن نفس الوقت للقلس بغي يوفر حياة كريمة لعائلة دياله وكل شيء كان غادي بخير احترى النهار اللي اختفى فيه وكيف ما شفته مصطفى كيبان بأنه واحد انسان درويش مخلق ما عنده مشكلة تم عشي واحد فشكل غادي قتله شكل غادي ارتاكب جريمة في حقه بحقه بحقه الرجل تحقيقات انكملوها تحقيقات ديال البوليس باش نعرفه اش ما نخيط بدو بهم البوليس تقولوا مراته اش نوقع بالضبط في النهار اللي يغبر فيه مصطفى قلت له بأنه فاق صباح بكري وجدت له الفطور فطر سنويا فطرنا بجموعة صلة البسحويجاته هز الكارتاب دياله ومع التمانية خرج من الضار قلت له بأنه في التمانية ونصف خاصه يكون في الخدمة عندهم الساعة تقريبا لها الطريق قلت له من هذه الساعة مع وش تواصلت معه تسنته مع الوحدة يجي للضار باش يتغدى ولكن من اللي ما جهاش قلت ربما يقدر يكون تلاقم عشي واحد ربما عرض له شي واحد يتغدى نخليه على خاطر ولكن فشت بأنه في العشية ما تواصل معي ما جدت خلعت عليه وبدأت نصول عليه هذه الساعة في التليفون هنا تفاجعت بأن التليفون طافي تواصلت مع عائلته وعلمتهم بهذا عطوا لصحابه سولوا الحرز للمدراسة سولوا المدير سولوا وقع الناس اللي كعرفهم وكلهم قالوا فعلا أنه في هذا الصباح رأي جار المدراسة ومع طنش ونص رأي خرج ومن هذه الساعة انقاطع التواصل لهم عائلته لم يكن يجب أن يقلبوا عليه لم يكن يسبيطرات الكوميساريات ولكن يسبيطره بلا نتيجة لم يكن يجب الأثار النهار المرأة في الصباح مرته عند البوليس مرته مع الأب وقدمت بلاغ اختفاء لفائدة العائلة قالوا لها لا يمكن أن يدري خطوة حتى 48 ساعة خصوصا أنه كان إنسان راشد إنسان بالغ فعلا فاجدز هذه المدة بدأوا يقلبوا عليه في جعل بلايس اللي محتمل أنه يكون فيهم وهذا التقلاب كله كان بلا نتيجة بدأوا يحقهم على العائلة مع أصحابه اللي خداموا مع أساتي وهذا التحقيقته هو منفحهم بتأشي حاجة فسألوهم ووش عنده شيء أعداء ولا شيء مشاكل مع شيء واحد أبوها ما يقول أبوها قال لهم والدي كان درويش وغادي غير جنب الحال وما عندهش مع المشاكل لدرجة أنه مع أمره ما تضارب مع شيء واحد في حياته كامنا يعني كان دري درويش بزاف البوليس حطوا الفردية بما أنه يقرر في سيفة ربما يكون عنده شيء مشكل مع شيء تلميذ شيء تلميذ من تلميذ الذي يقرره عنده أعطاه شيء نقطة مثلا خيبة دخلوا في شيء سدع ممكن أن شيء واحد بغير ينتقم منه بالليسوله اللي قالوا بأنه مصطافا كان واحد إنسان متفتح مفاهم مع تلميذي لو أكيح ما قلو عليه مصطافا كان عنده معاهم معلاقة زوينة بزار يعني هذا الشيء في الانتقام مستبعت البوليس تلفو ما عارفوا منين يبدوا التحقيق خصوصا أن العائلة ومراته يقولوا بأن هذا السيد ما فيش المشاكل هذا النصطاف إذن شكونا يدر فيه هذه الحالة هذه هنا تفكروا واحد النقطة أنه من اللي لقوا الجتة ديال الضاحية كان لابس البيجاما المراته قالت بأن بأنه اللبس الحوايج ديال الخدمة عاد خرج من الدار ومن هذه الساعة معه وترجع فالسوره في المدرسة لقوا بأن فعلا السيد سأخدم لابوش هاد السيد مش أخدم البيجاما وإلا كان ما جاش لابسها ما جاش لابسها لخدمة إذن فوكش لبس هاد البيجاما وفي نلبسها وكيفش تتقتل بيها واش كان احتمال أنه يكون رجع للدار عاد لبسها عاد لاخرج استدعاء ومرتوها لكن كتقول لهم نفس الأقوال أعطاعتهم نفس المعلومات لكن هذه المرأة يبانع لها شوية الخوف والسترس قالوا واش كان الاحتمال أن رجلك في هذا النهار أرجع للدار بطل الحواج ولا لا قالوا لا الرجلي ما أرجعش نهائيا وما يمكن لأنني في هذا النهار لم أحلت الحانوت وضليت النهار كامل ونقاسة في الدار قالوا أنت قلت لنا أن رجلك خرج بالحواج دياله الخدمة ولكن نحن فشلقين الجدد والسيد كاللبس بيجاما المرأة في هذه اللحظة وجهها تخلطوا فيه قاعد الألوان وبدأت تتلعيد وبن فيها الخوف ويكي يعني شهد شي كامل يعني شهد خار خرجت نتائج تشريح الطبي بينت بأن مصطفى كانت عنده كيمية كبيرة ديال المخدر في الدم دياله واحد الحبوب منومة سبب الوفد دياله كانت طعانات اللي منتاشرين في صدره وقلبه وفي الأعضاء دياله كاملة وأصلا تدبحته كان مات وشهد اللي يدبحه كان بغير يتأكد بأنه مات ولزعم قتله القتلى ديال اللي هو يعني كان يكره وبغير ينتقم منه الله أعلم المهم من نتائج تشريح بينت بأن هذا المخدر كلاه هو وسط الماكلة مخلق مع الماكلة البوليس من بعد ما جمعوا هذه المعلومات بحل اللي ولو عندهم شكوك في الزوجة ديال الضحية مشو عند الجيران ديال وصولهم قشنو قع بالضبط في النهار اللي غبر فيها المصطفى الجيران كيقولوا كيقولوا بأن مصطفى كان عنده واحد صاحب اسمته عاديل ديما كيكون معاه في المحل ومرة مرة يجي عنده طالة ضارف كيقولوا بأن في النهار اللي اختفى فيه مصطفى هذا كان مع أمل في الضار كيقولوا وحنا الصراحة استغربنا من اللي شفنا بأن مصطفى غبر في نفس النهار وقلنا عاديل أجي يدير عند أمل في دارها ورجلها ما كان البوليس من بعد ما عارفوا هذه المعلومات هذه بقوا كي ديروا التحريات ديالهم وقدروا يعرفوا في كي سكون هذا عاديل هذا مشاوا عند الأم دياله بدوا كي سوولوا فيها هنا قلت لهم بأن تقريبا هذه عشر أيام لأن أصفر فين مشا الله أعلم ما قال لنا تشي حاجة سوولوها على النهار الذي اختفى فيه مصطفى يعني يعطوها هذا التاريخ بالضبط قالوا لها في النهار الفلال الفلاني عاديل فين مشا قلت تفكر رأسها قلت لهم بأن وجدك النهار مع 6 العشية الضار ومع الضار ومع ومع الضار ومع قال لنا سأت نعس بكري لأن يخص إفاق في الصباح يقضي مهم ومع الوحدة ومع السماعة تقرق قال لنا بأن صاحبه لديه مشكلة وقال أن تعاون صافي خرج في ذلك وقتها قالت لهم أن تكملت للفجر ومع 4 ومع 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 4 ومع 4 ومع 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 4 ومع 5 صافي مشكلة أجلت حتى النهار نغذ له قالت عادي الفق في الصباح ومع أعرف هنا والنوعد لم يتم تأكد الشكوك وانتصد بعيد ما يفتح في المصطفى ما يفتح مع مراته وعادي وعادي ذلك الليلة التي تتجاه ما يفتح خرج بالليل وارجع معطل دارهم في المشاف دك الليل في المشاف دك لو قيسة هؤلاء الناس تدعوا آمال وبدأوا يحقوا معها على أساس أنها المشتبه به رقم واحد في هذه القادية قالوا لها آمال شنو بينكو بين عادي قلت لهم ما بيني وبيني والو عادي صاحب راجلي وانا ما عندي به تعلقة قالوا لها شنو كان كيدير معاك النهار اللي غبر فيها راجلك قالوا ما كان شعندي ما جاش عندي للدار قالوا لها شوفي غير عاودي لنا الصراحة الجيران شافوه معاك في الدار واستغربوا وقالوا كيفاش راجلها ما كيش وهي مدخلة راجل براني عليها الدار قلت لهم اللارة ما كانوا له رأى غير جاء عندي كيسول لاراجلي ولقى عندي واحد في الكوزينة وهو اللي قادروا لي عن مشاب حال المهم السيدة بدأت تدخل وتخرج في الهضراء هنا البوليس قالوا لها احنا في رأسنا بأنك انتويا في علاقة غير شرعية وبأنه راجلك في ذلك النهار جاء للدار بدل حواجه ورتاح وانتي درتيله المخدر في الماكلة حتى نعز ومن تم هزيته هنتي وهذاك عادي وديته وقتلته على بر يعني البوليس هادشي كانوا حطينوا كفراتية مش بتأكدين منه خصوصا أنه عاديل ما زال ما باش له الأطر أما لوجه ديالها بدأ كيبان فيه الخوف والسترس وبدأ تكتبكي قلت لهم بأنه فعلا عاديل هو اللي قتل راجلها وبدأت كتعود لهم كيفاش وقعت الجريمة من اللون قلت لهم بأنه راجلها من النهار اللي حل فيها المشروع دياله وهو هاملها وما بقاش كيديها فيها قاع قلت لهم حتى حقوقي الشرعية حار مني منها قلت لهم كيدخول الدار غير باش يأكل ويناس قلت لهم العلاقة بيناتنا بردات كتلو شحال من مرة من هاد الموضوع هوش كان كيجاوب كيقول لها هادشي كاميرا كنديرو على قبلكم هادشي كاميرا كنديرها باش انتم ما تعيشوا مرتاحة ولكن هي كانت كتحس بأنها مبقاتش مرتاحة معه احتروا واحد النهار خلاف المحل دياله حانت وخرج باش يتقدى ش سلعة في هاد الوقت جا عندها عادي للمحل تقدم عندها ش سلعة وبدأك يشكر فيها ويقول لها انت زوينها انت كذا انت كذا وكل مكان كيزيد تغزل فيها كتباله السيدة فرحانة وغير كتضحك وعجبها الحال اما هنا في عاود ما تقول له جمع راسكا مولاي والدور فيه وتقول له انا مرام جوجة السيدة كان عاجبها الحال بدأت كتضحك معه هو يزيد يزعب وطلب النمرة ديال التليفون دياله ومن اول مرة اعطيتها له يعني السيدة كانت تغير على سبا وكانت كتبرر البوليس كتبرر لهم الخيانة العذر اقبح من الزلة حقها مني حقها كذا فشطات النمرة ديال التليفون اللي هاد عادي بدأوا كيتواصلوا مع بعضياتهم وكي هضروف الميساجات من اللي كيدخل راجلاش كتدير كيتمسح قاعدك الشي كتبالوكي النمرة ديال العادي لباش ما توصل هاتي حاجة منه حتى الواحد النهار جاء عند المحال وقال لها بأنه سول عليها وعرف بأنها مجوجة وقال لها بأنه ما عنده شي مشكل وممكن أن العلاقة ديالهم تستمر وخها هي مجوجة أمال عجبها الحال وبقت مستمر معها في هذه العلاقة بلا ما يبقى انبها ضميرها بلا ما يبقى فيها الحال الرجل كان يخدم ويدمر على قبلها وديك الكورة ديال التلج بدأت غادة وكيتكبر حتى تطورات الأمور واحد النهار مشت عنده للدار دياله هنا شفتهم واحد جارته جارت عادل وضرت فيه وبغايت تقولها الوالدين دياله يعني الوالدين دياله في ذلك الوقتها كانوا مصافرا عرفت بأنه استغل الفرصة ديالغياب والديه ودخل معه وحده البطار أمال بحكم أنها كانت مرام جوجة كانت خايفة أن الخبار تصر رجله فهنا قلست هيو وياه وبدأوا كيف يفكروا كيفاش يقدروا أنهم يتلقوا مع بعض اياتهم على نفيراد بلا ما ينوضوا على رأسهم المشاكي قلت العادل الحل الوحيد اللي عندنا هو أنك تصاحب مع راجلي لكي تقدر أنك تدخل الدار قدام الجيران ويسحب لهم بأنه هو اللي يجايبك انت صاحب راجلي ديالك السيدة كانت ناوي أنها تدخل راجلها مع عادل وفي قلب داره فعلا بدأوا يطبقوا الخطة دياله عادل ولا دائما يمشي عند مصطفى المحل وكل مرة يشبهد معه موضوع في شكل حتى قالوا صاحب طورت العلاقة ديالهم قالوا لم يتفارقوش إما يكون معه في الحانوت إما يشدوك يديه معه القهوة ولكن ما عمروا دخلوا عندهم الدار أما استغلت النقطة ديال لأن الجيران كانوا يشوفوا دائما مصطفى مع عادل سواء في المحل في الحانوت ولا في القهوة يعني حتى لم يشوفوا دخل بالليل عندهم الدار لا يقولوا لي شيئا لا يتوقعوش بأنه كان شيئا بينه وبين المرأة إلا جعلت صاحبه وكان شقدير هي مرة مرة كدير له في العشاء المخدر الراجلها والولدها كي يأكل منه الراجل والولد وهي يقول له لا زيت تأكل كي تقول له لا لا يتوقعون من يتوقعون للشارج والولدها يتوقعون بالكاف ويأتيهم من العزة للهبر يدخلون مباشرة لبيتهم ينعسون بلايسهم وليس يبقونون بأخبار ويأتيهم الغياطة والطبالة والدخيقية للدار لا يمكنهم شيئا لا يضربهم شفائقها حتى تفيقهم هي الناس تتفيق والدها عندما يذهب إلى المدرسة وتفيقه هو عندما يذهب إلى الخدمته وغير بالززة لكي ينضعون بها الخطة يستطيع عاديل يدخل عند هذا الدار بما يسيق راجلها الخبار وحتى الجيران لكي يرى عاديل داخل ما يدعوه حيث راجلها ودارها بكينة في الدار النهار الوحيد اللي تنوه هو النهار اللي لم يكن والدار تمه وعاديل كان تمه مع المرأة في الدار مع مرط الراجل استمر هذا الوضع تقريبا لمدة شهرين علاقة ديالهم قد تغادوا وكتطور حتى تقول له فعلا عاديل كيف يريد امل درجة كبيرة وتعلق بها وقال لها انا قلت مغير عليك مراجلك وقال لها خاصة هم يلقوا شي حال في اقرب وقت ممكن قال لها شنو بلك تقول له بانك ما بقيتش كتبغيه وقال لها بغيت تطلقي منه والدول ابغى خليه لو ما عندك ما تدري به هنا اما قلت له بانه مستحيل اطلق مراجلها والدها ما عايقبلوش هادش نهائي وما عندهمش في العائلة ديالهم البنات لي كتطلقو وعاد قلت له ما كانش شي عذر اللي يخليني اني اني نقترح الطلاق على راجلي شي عذر اللي عقبلو بعائدي عاديل بقى كيفكر وقال لها علش ما نصفيوه هادش والعاجب في الامر ان امال من تدقه قلت له مرحبا تافقت مع الخطة دياله ما كانش عندها المشكين نهائية في الليلة اللي كانوا نويا انهم يقتلوها قال لها غدا تدري جوج فنيدة دقهم ودقهم ودقهم منهم في العشاء في الطاجين وفعلا لك شليك امال دقت هذه الفنيدة ودامتهم في الطاجين اللي كلمة منه راجلها وولدها فقال لها راجلها يكونوا معنا وقال لها لم تعدها وقال لها راجلها وقال لها راجلها وقال لها مع جوج ديال اللي دق عليها عادية في الطاج وحلت له الباب ودخل في هذه الوقتها كانوا رأيوا الكون ورأيوا شخص جوجيلاً أخرين يسكنوا في العمارة السيد لم يقتلوه في نفس اللحظة اللي يدخل في هذا الطاج تنحت اخوة الدنيا وما بقى تواحد يدور في هذا السكتور هزوا على كتافه نزلوا وحطوا في اللور الطموبيل ومشى الخرجة ديال مدينة فاس لاحظ جتة دياله وبقى يتعانفه بالموس وقال لها تأكد بأنه قتلوا وصفه هالو اضبحوا من الوارد الوارد في هذه الليلة ما وصل الضار ديالهم ترى 4 ونص ديال الصبح تم سؤولة أمه وقال له في المشيتي قال لي هابي أنه كان صهران مع أصحابه البوليس ملي اسموا هذه المعلومات هذه تصدمه خصوصا أنه أمال كانت كاتبان بدت الناسه دريفة ودريويشة وصعيب أنك تشك فيها بأنها تقدر تدير شي حاجة بحالك البوليس داروا التحريات ديالهم وقدروا يعرفوا البلاسة اللي كان مخبي فيها عادي ألقوا عليها القبض وجابوه لعندهم فلو ونكر ولكن ملي واجهه بالاعترافات ديال أمال اعتارف بالجريمة دياله كاملة قدموه المحكمة السينة في فاس اللي حكمت على عاديل بتهمة القتل العند مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية أما أمال فتابعوها بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في جريمات القتل الناصحة اللي بنت لي يا رجال دير غير ذلك الشي اللي قديت عليها وعطي الاهتمام لمراتك ووليداتك وراه الاحتياجات ديالأسرتك رمى شي غير مادية كان أمور أخرى حتى هي مهمة وانسا نقول بأن نقلة الاهتمام لا تتبرر الخيانة إلا ما مرتاح مع رجل تطلق ولكن ما يوقع هو أن المرأة لا تخصها بالراجل ولكن تخصها خير وخمير ورزقه وتمتع به مع واحد آخر إلا ما يعجبك الرجل ألا مولاتي فخصك تعيفي أي حاجة تأتي من جهته وخيكون أولاده قاعد والذي يريد أن يدعلي بغالم يريد أن يقلال الشوء مهم نتلاقوا في الفيديو الجاي ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال أخوتي أخواتي دوزو بخير السلام عليكم شكرا شكرا